مرحبا بك في هذا الفيديو جديد أقوم بمشاهدة البكتيري كما قلنا البكتيري هي نوعية سبيسيالة من السلول اللي نسميها سلول بروكاريوت ذلك في موضوع الاخرى من نوعية سلول اللي نسميها سلول أكاريوت مثلاً لالسلول اللي بدن مدعنا هم دي سلول أكاريوت لذلك لالسلول اللي بدن مختلفين في استركتورة أمتهم على البكتيري وفي الفيديو هذية كيف نفهم الفرق في الستركتور ما بينت لبكتيري ما بينت لسلول كيف نفهم هذه القاعدة전ية هنا باكتيري ومستخدمه دون التقن Kate Letage كما هنا والسيتابلازم هذه المغلف من مع مومبراني سيتو فلزميك المعارف شيطا موجودة في الفكتيري كما ماamatية لنا وهي شيك profession westliftingature forty speed الفرق 1 من بين البكترين و السلولة هو أن البكترين لا يحب لهم كوليستيرول في الس affirmative المتحدة ومنaide بأن السلولahahaha يحب لهم كوليستيرول في السفين المتحدة اكخر القعدة هو أنه حفي الجنر لبكتريين التي تسميها الميكو بلازم اللين لديهم كوليستيرول في السفين المتحدة لكي نذهب إلى الأدين البكتليين الأدين هذين يخصون كروموزوم سيركولير كروموزوم سيركولير على خطره يتحدث كما ذلك الكروموزوم هذين مطيش وسط السيتوبلازم لا يوجد مغلف ممبران نوكليير لا يوجد موجود وسط نويه هذا على عكس السلول أكريوت كروموزوم سميه كروموزوم لينيير كما تروني على خاطر عمل فورما لينيا والكروموزوم هذين موجود وسط نويه مغلف ممبران نوكليير الكروموزوم البكتيري يتحدث أي حاجة البكتيري تستحقها لكي تتعيش الكروموزوم هذين هو حاجة فيتال لكي تتعيش تكودي به الانزيمة متاع الإنرجي الانزيمة التي تصنع بها الممبران سيتوبلازميك اتتتتت بخلاف الأديان هذين الكروموزوم هذين نجمو نلقاو نوعية أخرى متاع أديان اللي نسميوهم ليبلازميد ليبلازميد هو أصغر من الكروموزوم والحاجة المهمة هو ما هوش حاجة حياتية بالنسبة للبكتيري نجمو نلقاو بكتيري اللي هي عايشة لابس عليها من غير البلازميد ولكن نجمو أن البلازميد ينجم ويجب ديزافونتاج بالنسبة للبكتيري نجمو برشة مرات نلقاو أن البلازميد يكوديوا الدجان للرسيستانس للانتيبيوتيك لذلك يحميهم من الانتيبيوتيك وكيف كيف ينجم ويجب للبكتيري الخاصية أنها تنفكتي لبدأنا لذلك اللي بلازميد هي حاجة تقلقنا في الإنفكسيون بيه لذلك هم اللي بلازميد كما ترى شيئا أخرى هو أن البكتيري لديها ريبوزوم كما يتحدث لنا لا تتذكر عن ريبوزوم ما يعمل ريبوزوم يأخذ آيرين مستجي ويخرج منه بروتين هذا ما يعمل ريبوزوم بطبيعه هو حاجة حياتية بخلاف الشيء هذي نجم ونلقاو حاجة أخرى في وصل البكتيري مثلا الجرانيول هذا ما هو حاجة حياتية لا نلقاوهمش في البكتيري الكل مثلا الجرانيول متاع الجليكوجين اللي هو السكر مربوط ببعضه لذلك هذي حاجة نجم وزادة في نوعية أخرى بتاعة بكتيري نلقاو نوعية أخرى بتاعة جرانيول تستوكي فيهم البوليفوسفات لذلك هذي الفوسفات نعرفوا أن الفوسفات نستحقوه باش نصنعوا الأديان لذلك هذي ملحاجات لذلك فما دي بكتيري اللي هما يستوكيوا الفوسفات عندهم باش يستحقوها بعض لذلك يخزنوها مثلا فما بكتيري معروفة اللي هي الكورينوباكتيريوم ديفتيريي اللي هي تخزن الفوسفات وانفتها اللي جرانيولوم بتاع الفوسفات يعطي للبكتيري هذيه كولوراسيون سبيسيال كي نرىوها بالميكروسكوب واللي هو يعاوننا انه نتعرف على البكتيري هذيه به كي نرىوها نرىوه انه البكتيري ما عندهش ميتوكندري مش كمالي السلول اللي عندها ميتوكندري وهون ممكن قاعدة تحكي في راسك تقول لي كيفاش البكتيري ما عندهش ميتوكندري او قلنا انه الميتوكندري هي The powerhouse of the cell اللي تصنع الطاقة للسلول هون يقول لك طو سمبلما انه البكتيري تستعمل الممبراند سيتو بلازميك بشي تصنع الانيرجي هذا هو طو سمبلما عفضة الميتوكندري بالمبراند سيتو بلازميك بشي تحكيه تاو شوية على الريبوزوم بتاع البكتيري علي سار عندي الريبوزوم بتاع البكتيري وعلمين عنا الريبوزوم بتاعنا بتاع السلول بح اول حاجة نذكرك انه الريبوزوم ما هوماش متكونين من بروتيين دونك هذه نحية من مخك بلتو الريبوزوم هما النوعية سميهم ايران ريبوزوم اذا كما ترى الريبوزوم بتاع البكتيري هما ريبوزوم 70S اللي هما متكونين من دو سوزيونيتي سوزيونيتي كبيرة 50S وكعبة اخرى 30S اللي هما مختلفين على الريبوزوم بتاع الأوكاريوت اللي هما 80S متكونين من 60 و40 ممكن هون تحك في رأسك تقول لي خمسين مع ثلاثين راهم ما يجيوش سبعين ونقول لك بتطعم الإنتي اللي هما متكبر ؟ قائما حسن دانية عالخاطر الريبوزوم بتاع البكتيري مختلفين علي الريبوزوم بتاعنا هذا ممكن عنا أن ذهب подготовنا قiban اللي هما ادوهات الطيران البكتيري لمن ضغير ما يمسقول vér الريبوزوم على خاطر جيوزوم هما مختلفين علي الريبوزوم بتاع البكتيري أمثلة على الأنبيوتك هذما مثلا عنا الزامينوزيد التتراسيكلين الكلينداميسين والكلورام فينيكل وهذا مجسد أمثلة مزال فما ديزانتبيوتيك هذين يخدموا على الريبوزومة بتاع البكتيري بهي باش نرجع تاوى الاستركتور بتاع البكتيري و باش نزيدوا استركتور مهمة وهي البروه بكتيريين البروة بكتيريين هي حاجة فيتال للسلول البكتيرية هذية ما تجيبش تعيش من غيرها على خاطر انفيت البرسيون متاع السيتو بلازم البرسيون متاع الماء وسط السلول بكتيريين كبيرة برشا لو كان ما عندهاش هالبروة بكتيريين اللي هي تحميها من البرسيون هذية اللي هي تمثللها معناتها كيمة البروتكسيون كونتر هالبرسيون هذية شنو يصير للسلول السلول تتفجر تتفلق هاذا شنو بشيصير هذيك علش انفيت عنا دي زنتيبيوتيك نسميهم لبتالكتامين اللي هما انفيت ينجموا يوقفوا صنعان البروة بكتيريين واذا كان البكتيريين ما عادش تجم تصنع البروة بكتيريين اوتوماتيكما بشتموت ذا ما على خاطر انفيت البروة بكتيريين هذية لازم بشتعيش انفيت فما النوعية واحدة اللي ما عندهمش هالبروة بكتيريين اللي هما مرة اخرى لميكو بلازم هذي هي السيونس اليوم فما فيديو اخرى البروة بكتيريين على خاطرها البروة بكتيريين وان شاء الله يكون عاونتك اشتركوا في القناة